إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه وأشهد أن محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر مسلمين شرفنا الله عز وجل بالعلم فالعلم إمام والعمل تابعه العمل مأموم والعلم إمام والعلم من نعم الله عز وجل علينا إذ قال ربنا في آي القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق على أن تكون هذه القراءة متصلة ومقترنة بالله لأن العلم إذا انفصل عن الله دمر وإذا اتصل بالله عمر فالعلم عمار أو دمار وقال ربنا أيضا في آي القرآن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال أيضا في آي القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله وكأن الإيمان الحقيقي لا يمكن أن يكون حقيقيا يقينيا إلا إذا كان مسبوقا بعلم للعلم مقاصد عديدة أذكر بعضا منها في حدود الوقت المتاح المقصد الأول وحسن التدبر في كتاب الله المصطور وفي كتاب الله المنشور المراد بكتاب الله المصطور هو الوحي الطاهر هو القرآن الكريم بجميع آياته وصوره فهذا هو كتاب الله المصطور لا يمكن أن يفهم إلا بعلم لا يمكن أن يتدبر إلا بعلم ثم أننا لا يمكن أن نحسن قراءة كتاب الله المنشور في ملكوته في مخلوقاته إلا بالعلم يقول ربنا في صورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وما ذكرناه أيضا في صورة ياسين في صورة 36 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبط الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وما ذكره الله في آية أخرى كثيرة علم العليم وعقل العاقل اختلف من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف فقال العلم أنا أحرزت رايته وقال العقل أنا الرحمن بعرف فأفصح العلم إفصاحا وقال بأيّن الرحمن في فرقانه اتصف فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف وصدق الله إذ يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء هذا مقصد أول المقصد الثاني هو صحة العبادات لا يمكن أن تكون عبادتنا صحيحة إلا بعلم الصلاة بمعرفة المأمورات والمنهيات والفرائض والأركان والواجبات والمستحبات والمكرهات والممنوعات الزكاة أيضا بمعرفة أوعية الزكاة ومقادير الزكاة وكذلك الصيام بمعرفة أحكامه وفضائله وجميع منذباته ومستحباته ومكرهاته إلى آخره وكذلك الحج لا يمكن أن يكون الحج مبرورا إلا بعلم مسبق يضاف إلى النية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى وقال نبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ولا يمكن أن يكون الحج مبرورا إلا بإخلاص وبنية صادقة وأن يكون ذلك أيضا بعلم باحترام جميع الأحكام الفقهية الشرعية المتعلقة بهذا النسك العظيم بهذه الشعيرة العظيمة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين المقصد الثالث صحة المعاملات حينما ننتشر في الأرض ونبتغي من فضل الله وندخل الأسواق ونبرم العقود والعهود المختلفة والاتفاقات المختلفة لابد أن تكون موافقة الشريعة لذلك صدق أمير المؤمن الفاروق عمر بالخطاب حينما قال من لا يعرف فقهنا لا يدخل أسواقنا لابد للمسلم أن يتعلم الأحكام الشرعية التي تجعله يتحرى الحلال ويتجنب الحرام المقصد الرابع حل الأزمات أزماتنا كثيرة جدا لا تعد ولا تخصى على جميع المستوات المستوى الاجتماعي الاقتصادي ثقافي الإعلامي السياسي الخضاري مشكلاتنا وأزماتنا كثيرة جدا لا يمكن أن تحل وأن تدار هذه الأزمة إلا بعلم وإذا قرأت تاريخ المشرق لفقهينا لفقهينا الأجلة نجد ذلك واضحا جدا إذ كانوا يستثمرون علومهم في حل أزمة أمتهم ولم يستثمروا علومهم في صناعة الأتعاب ولا في صناعة الأزمات المقصد الخامس هو بناء الحضارة هل يمكن الحضارة أن تبنى في عالم اليوم إلا بعلم لا يمكن أن تبنى إلا بعلم حضارتنا الإسلامية المشرقة التي كانت مشرقة فعلا كانت مبنية على إيمان وكانت مبنية على علم حضارة اليوم تنشر العلم يقينا في جميع المجالات ولكن علم بلا إيمان العلم بلا إيمان مدمر العلم بعيد عن الدين مدمر لذلك حضرة اليوم تزرع الشقاء تزرع الخوف تزرع الحروب كم من أرواح أزهقت وكم من دماء سالت وحضرة اليوم حضرة مغشوشة حضرة فيها غبش قدمت الكثير للإنسان في الجانب المادي ولكنها طغت أتدرون لما طغت طغت لأنها ابتعدت عن وحي الله الطاهر ولكن نحن نريد بهذا العلم أن نبني حضرة تسعد الإنسان ولا تشقيه الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ربنا في القرآن الكريم ودعوني أستجب لكم اللهم ينسألك التقى والعفاف والغنى اللهم أخذ بأيدينا أخذ الكرام عليك اللهم أخذ بأيدينا أخذ الكرام عليك اللهم أشفي مرضانا ومرضى المسلمين ورحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أشفي مرضانا ومرضى المسلمين ورحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أوفقنا أوفق حجاج الميامين لأداء المناسك أحدى أحسن أداء اللهم اجعل الحجهم حج المبرورة واجعل ذنبهم ذنبا مفورة واجعل سعيهم سعي المشكورة اللهم غير حال الأحسن حال اللهم غير حال الأحسن حال اللهم زدنا إيمان وتقوى ويقينة اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة اللهم ألن الحق حقا ورزقنا اتباعه وأن الباطل باطل مرزقنا جتنابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة